كشف تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية عن تفاصيل اغتيال الجنرال قاسم سليمانية أبين أن زيارة الأخير إلى بغداد يوم الجمعة الماضية قد تستسربها قبل أيام من قدومه وذكر التقرير أنه بعد هبوط الطائرة التي تحمل سليماني والقادمة من دمشق إلى بغداد بعد منتصف ليلة الجمعة الماضية بعد اختفائها بقليل من متتبع الرحلات الجوية التجارية قبل الهبوط بفترة وجيزة كانت سيارتان تنتظرني لتحية الجنرال عند باب الطائرة وضاف أنه على مدرج المطار كان هناك وجه ملوف هو المهدس وكان لدى الاثنين أمور عجلة يجب مناقشتها